التقى رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي ملحق الدفاع الأمريكي الجديد لدى اليمن المقدم السوارت لمناقشة التعاون بين البلدين وأشاد اليافعي بالدور الأمريكي المساند لليمن وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والغرصن البحرية وأكد الملحق الأمريكي حرص بلاده على دعم جهود بناء القوات المسلحة اليمنية وفي سياق ناخر بحث رئيس هيئة الاستخبارات مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى اليمن المقدم جنيت غوتي مسجدات الأوضاع العسكرية على الساحة اليمنية والتعاون بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل وتطرق اللقاء إلى طلب إعادة الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل كما كان قبيل انقلاب ميليشيات الحوت الإرهابية وخاصة فيما يقص الاستخبارات العسكرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة